جوه نادي الزمالك بقى كنت مرتاح الفريق كنت مرتاح مع اللعبين اللي موجودين جوه نادي الزمالك اللعبك ويسر بس احنا الفترة دي كان فيه عدم توفيق غير عادي طيلا أنا من كذا من كل البطولات ما خدناش اللي أول ما أنا جيت خدنا بطولة السوبر فطيلا أنا بقى من البطولة العربية والدوري وكل البطولات دي طيلا أنا منها طيب انت طلبت الإعارة عشان تخرج من نادي الزمالك وقتها هل انت لما بتستعيد الوقت تاني بتقول ما كنتش طلبت وكنت فضلت في الزمالك وكان الناس هيمشي واخد فرصة لأ ما أنا عشان هو كان قاعد قاعد فترة كمان بعد ما أنا مشيت قاعد فترة بس أنا أنا من نوعا أنا بحب ألعب من نوع اللعب مثلا إيه لأ أنا ما روح مكان لازم يكون ليه بصمة فأنا لو مكنتش ليه بصمة فأنا أنا أنا بالنفس بدايق من نفسي فأنا عندي مثلا حتة دي مش عاربة ممكن يكون حلوة فيها أو وحشة فأبيحب أروح مكان يبقى ليه بصمة اللي هو ما مش جاي موظف بالزابط أنا لو جيت موظف بقى تمام أنا فيه لعبة كتير قاعدت فعندية كم سنة صحيح وما بيلعبوش وما بيلعبوش مش فري معايا ويونك عمالعب في الزمالك أو لألي وخلاص ما بعرفش عامل كده لا أنا حت حتى في مكان فعلا بفيد الفرق فعلا المدرب يبقى متكد علي مسما مع اللعبة ففي حاجات كده جوية أنا ببقى لازم ما نفعش أنا بس أنا قاعد كده وفرحان أنا قاعد في بناديك بيروح صحيح